تردت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية صباح اليوم الاثنين قاربين على متنهما تسعة وخمسين مرشحا للهجرة غير نظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب السحراء وذلك على بعد حوالي مئة واثنين واثنين سبعين كيلومترا شمال غرب مدينة الداخلة بلاغ للقيادة العامة للقوة المسلحة الملكية وضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكنر وضيفا أنهم تلقوا لإسعافات ضرورية قبل تسليمهم لمصايح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجار بها العمل